احمد حسن كوكا ساعتها كان مصاب كان بيعمل التأهيل في همام السباحة المفروض بيعمل حاجة زي كده على الفندق كله على ماكن معينة وزوايا وببص على شبابيك لو حد بيصار فيديو من فوق حاجات الصغيرة دي الاشكال المترددة كلهم على الفندق الناس اللي قادة على الحمام السباحة لو حد لا بيس لبس للاقك لو حد ما ينفقاش يطلع في الصورة لو حد ما ينفقاش يطلع في كدر فانا لقيت احمد حسن كوكا رايح على حمام السباحة فرحت رايح معك فنزل المية انا عيني على حد تاني غير كوكا فهو ماشي هم وده رايب المفروض بيمشوا على حمام السباحة برجلهم كده تمرين معينة بيعملوها ففي اللحظة دي انا سمعت لحد بيتكلم حد بقول له حاجة فبقت مركز معا فكان فيه بنتين هم راحوا بسرعة ورجعوا هو ماشي بالراح وهو جاي كده وهما جايين كده معاكلتهم بيقربوا هم التانيين مكملين بس الدول عمالين بيقربوا وبيرشوشوا بعد بيقربوا ناحية اللاعبة لحد ما قربوا خالص وحصل حاجة حصل خبطة حد خبط حد بعد كده هم مكملين البنات بتضحك وهم وكوكا هو المدرب بيلفوا بيبصوا مستغربين فانا راح تمقرب او مقربوا لتانا مساء الخير يا فانديم ازاي حضرتك قايتلي الحمد لله تمام تانا بعد ازنى حضرتك بس استأذنك خلي بالك عشان انت ممكن يكون بغير قصد حضرتك مش اخدا بالك خبطت الشخص اللي كان على شمالك وده مصاب وده العيف في المنتخب سمعت شتايم الدنيا والاخر اول كان كل اللي تقال عالسوشال ميديا كان غلط كوكا راجل محترم جدا ومتدين وبيصلي وراجل متجوز هو ما عملش اي حاجة ما هي دي برضو وظيفتي ان انت بيبقى عليك كلام او عليك مشاكل فانا اللي بس صدر انا مش انت اللي تتكره انا اللي تكره وده يدل على حاجة تانية احمد حسن كوكا مش محمد صلاح انها كنت بخدم على الكل كل واحد بس في فترة بيبقى اللي اكتر شعبية بيبقى محتاج شغلة اكتر فانت بتساعد الكل بعد كده بترجع تاخد اخر واحد اللي حصل تساعد حواره عامل باردة في المنتخب اللي مصر كلها عرفاها انا عن نفسي اتفاجئت انا كل اللي عرفته او شفته انا لقيته في يوم قليع لبس المنتخب في ايه في مشكلة ايه المشكلة انا ماشي من معسكر انا الفاكره بيشتغلني ولا بيعوز بعد كده عرفت اللي حصل بعد كده في لعيب معين قال لي ده ما ينزلش من الدور ومش صلاح عشان محدش يطلع اشاعة ويحرف كلامي في لعيب معين يعني قائد في المنتخب واحد من الناس اللي بتحتوي اللعيبة واللعيبة بتحبهم ما بيحبوه قال لي ده ما تحركش من الدور طبعا كان الاعلام كله والناس كلها تحت مستنية يصوروها خارج من الفندق ولو هيخرج من معسكر هيخرج من باب تاني يعني احنا كنت انا والناس اللي في الفندق بنجهز الطريقة اللي هيخرج بها من الفندق يعني احنا كنا مشغولين بحاجة يعني الامور الادارية والامور اللي بين اللعيبة انا مليش دخل بيها ولا بقعد فيها بص انت برضو في حدث زي ده ولعيب برضو كان بيمثل منتهى بمصر انا مليش دعوة بالشخص هلاقي دعوة بلوجو منتهى بمصر اللي على سدري والكلمة اللي مكتوبة على ظهر انا كل اللي كان فارق معانا احنا كوظيفتنا احنا هنشوف الطريقة اللي هو هيخرج بها من الفندق من اني بابه ازاي عشان اكيد طبعا كان فيه تجامه ارتحت في الريسبشن وعلى باب الفندق صحافة واعلام وجمهور واكيد كان فيه ناس غبانة فانا برضو مش هعرض حياة اللعب للخطر واسيب ورميه في التحلقه اقولهم خدوكو لو كرار التضامن ده انا مش ااا ما حضرتوش او ما عارفش حاجة عنه بس ما اعتقدش ان كان فيه تضامن بالطريقة اللي الناس اتكلمت بها يعني مش مش تضامنه قوي كده مش يعني فيه لعيبة جمهور المصر مش هياه لهم الليلة وهما ما هومش علاقة يعني جوا كواليس الكواليس هما ما هومش علاقة بالطريقة اللي الناس مش هياه الناس متحملة عليهم بس انا فاهم ومقدر الناس متحملة عليهم ليه الناس متحملة عليهم عشان مفيش حد تلعى يتكلم في الكواليس وكان فيه حالة غضب كبيرة الناس بتحب المنتخب وكان يفسها تفرح كواليس الكواليس دي بقى لها ناس هما اللي اتكلموا فيها مجمع